يازم نبتدي النهاردة بمنتخبنا الوطني منتخب مصر اللي دايماً بنقول مصر فوق الجميع فيتوريا عنده تجمع مهم عنده مباراة مهمة جداً في اللاجندة الدولية أمام مصنف في التصنيف العالمي منتخب بلجيكا ولما نقول منتخب بلجيكا واحد من المنتخبات اللي هتكون موجودة وهنشوفها كلنا في منتخب في كأس العالم القادمة في قطر عندنا التفاف حولي منتخب مصر أنا أكتر واحد هنا بننتقد اتحاد الكورة وعندي انتقاد كبير في سياسات وهنا انتقاد في أوضاع وفي أمور كثيرة على اتحاد الكورة لكن لما نتكلم عن منتخب مصر لازم يكون في التفاف من الجميع النهاردة لما تشوف كأس العالم القادمة في قطر وتشوف منتخبات عربية كلنا بنفتخر بيها لما تشوف منتخب تونس انتخب المغرب انتخب السعودية منتخب قطر المستضيف لهذه البطولة ببقى سعيد بالمنتخبات دي وفي نفس الوقت حزين ان منتخب مصر منتخب مصر والكورة المصرية اللي بقالها أكتر من مئة سنة منتخب مصر اللي فيه رموز كبيرة جدا في الكورة العالمية دلوقتي وبنشوف محمد صلاح وفي الكورة العربية قبل كده وتاريخنا الكبير جدا في أفريقيا ما نكونش موجودين في كأس العالم علشان كده لما دايما بننادي وبنقول التنظيم دايما بنقول القعدة قعدة الناشئين علشان دايما تكون موجود في منتخب مصر في كأس العالم لازم يكون عندك تنظيم من تحت ببقى سعيد جدا لما يكون فيه التفاف كبير حوالي منتخب مصر كله بينحي ألوان التشيرتات الأحمر والأبيض والأخضر والأزرق والأصفر ودايما بنبص على منتخب مصر والشيء كمان اللي بيحزنني لما تشوف منتخب مصر ناشئين اللي بيلعب دلوقتي وحنا مع حضراتكم على الهوى دلوقتي مع منتخب ليبيا في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية وخلال الفترة السابقة ما فيش أي إلقاء ضوء على هذا المنتخب غير هنا في برنامج الأشبال ده من كنا بنسلط الضوء عليهم طب فين الإعلام الرياضي فين كل المواقع علشان تسلط الضوء على قاعدة مهمة جدا في منتخبات مصر الناشئين اللي بيلعب دلوقتي مع منتخب ليبيا نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق تصفيات صعبة فيها مصر فيها ليبيا تونس المغرب هياخدوا فريق واحد علشان يكون موجود مع الجزائر في كأس الأمم الأفريقية القادمة لاتقوم في الجزائر مصر بتاريخها الكبير لما تكون موجودة في كأس العالم ثلاث مرات بس 34 سنة 90 وسنة 2018 أولايل جدا أولايل جدا على تاريخنا كبلد بلد فيها رموز بنشوف محمد صلاح اللي دايما بنفتخر بيه محمد صلاح واحد من اللي بيقف على منصات التتويج العالمية فالنهار ده لازم الكل يشتغل عشان منتخب مصر وانا بقول لحضراتكم قائمة منتخب مصر اللي خدها فيتوريا عليها علامات استفام كتير جدا في الاختيارات وفي استبعاد أحد اللاعبين وفي ضم أحد اللاعبين لكن النهاردة الكلمة النهية كلنا في ظاهر فيتوريا كلنا في ظاهر منتخب مصر عشان نوصل للحلم والهدف احنا بلد مية وعشرين مليون لما نكون بنوصل ثلاث مرات قليل جدا على تاريخنا كمنتخب مصر خلال الساعات القليلة الماضية كان تم استدعاء ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم واحد من لعب النادي الأهلي ومن نجوم النادي الأهلي واحد من العناصر الأساسية برغم اتعاده خلال فترة السابقة عن المشاركة ببداية المسلم لكن يظل واحد من اللاعبين الأساسيين تم استدعاءه لمنتخب مصر هقول لحضراتكم الحكاية والكصة علشان الناس بمجرد النهاردة بعت الياسر إبراهيم والرجل ما رحش منتخب مصر علشان عنده وجهات بدأت تطلع نغمة وبدأ يطلع كلام هقول لحضراتكم الحياة كاملة النهاردة الصبح تم ارسال او تم خطبة النادي الأهلي من قبل منتخب مصر الأول علشان استدعاء ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم كان النهاردة موجود في تدريبات النادي الأهلي الاستدعاء تم وهو موجود في تدريبات النادي الأهلي ماشي الحمل التدريبي بقى الحمل التدريبي بقى له أربع تيام كونر رفع الحمل التدريبي على اللاعبين بشدة جدا حمل تدريبي للاعب النادي الأهلي عالي جدا ليه؟ علشان لعب النادي الأهلي أخذه تلاتة واربع تيام راحة فرفع الحمل التدريبي فيتوريا طلب اللاعب النادي الأهلي رد على فيتوريا قال له وضع اللاعب في حمل تدريب عالي بقاله أربع تيام على لعبه النادي الأهلي وياسر إبراهيم عنده إجهاد عايز اللاعب تفضل احنا تحت أمر منتخب مصر فيتوريا فضل إراحة اللاعب علشان ما يتصابش زي محمود متولي خاف ياخد اللاعب وهو عنده حمل بدني عالي وعنده إجهاد علشان اللاعب ما يتصابش هو ده رأي فيتوريا بعدها ضم اللاعب من التحدي السكنداري هي دي الصورة كاملة علشان ما حدش يزايد على النادي الأهلي ولا لعب النادي الأهلي بالمناسبة النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي بيضحي من غير ما يطلع يتكلم علشان منتخب مصر ومش بالكلام لا ده بالفعل شفناها في كأس العالم اللندية لما النادي الأهلي استغنى عن أهم لاعبي الأساسيين علشان منتخب مصر وكأس الهم الأفريقية شفناها السنة اللي فاتت لما النادي الأهلي استغنى عن أهم عناصره علشان أولمبياد ومنتخب مصر الولمبي وعلشان بس ما حدش يزايد على منتخب حدش يزايد على الندي الأهل ودوره الوطني في دعم منتخباته الوطنية